أول الرسل وآخرهم وحقيقة دعوتهم عليهم السلام خلقنا الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض لعبادته ولنتعلم كيف نعبده حق عبادته أرسل إلينا رسلا لهدايتنا فمن هم الرسل الذين أرسلهم الله تعالى ومن أولهم وآخرهم وما هي مهمتهم نوح عليه السلام هو أول الرسل عليهم السلام وقد دل على ذلك قوله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ محمد عليه السلام وهو آخر الرسل عليهم السلام ودل على ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم بَعَثَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وكان الله عزيزاً حكيماً بَعَثَ اللَّهُ يأمر الله تعالى رسوله بدعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وتوحيده واشتناب عبادة ما دون الله تعالى كالشياطين والكهان والصنم التصديق بنبوتهم وبما جاء به من عند الله عز وجل عدم التفريق بين أحد منهم توقيرهم واحترامهم لأنهم رسل من الله عز وجل الإيمان بالرسل عليهم السلام من أركان الإيمان فيجب علينا كمسلمين محبتهم جميعاً دون التفريق بين أحد منهم والالتزام بواجباتنا تجاههم حتى ننال بذلك رضى الله تعالى ورسوله عليه السلام ترجمة نانسي قنقر